السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير خلاف كبير بين اناس الريديو واللهام شهين والسبب هتعرفوه معايا بالفيديو ده حاجات مش هتصدقوها حاجات غير متوقعة في وسط ما يعلم بيه لربنا يلا نعرف كل التفاصيل بس قبل اي حاجة صلوا على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ على طول سبعا بعد ما كلنا عرفنا بعد وفاة صفوة الشريف الهام شهين طلعت واعلنت ان هي كانت متجوزها في السر والكلام ده ما عجبش ناس كتير ارتلقت الهام شهين تهديدات بينا وعلنية جدا من اهاب صفوة الشريف طبعا علشان تخير اكوالا وتخير الحاجات اللي هي قالتها الناس دي معاها نفوز تقدر تسكت اي حد بعدها فترة فعلا الهام شهين اتراجت عن كلامها وقالت في جريدة الاهرام انا كنت بهزر وبخافف وطقة الموت على اهل صفوة الشريف لاني بجد بحب العيلة دي ومدحت فيهم كتير جدا وخصوصا بعد دخول زوجة صفوة الشريف المستشفى بعد لما سمعت الكلام ده طبعا نفسياتها تعبت جدا بعد وفاة صفوة الشريف لكن الهام شهين بعدها فترة تلقت تهديدات تانية من اهاب صفوة الشريف كبيرة جدا لكنها المرة دي ما سكتتش وطلعت وتكلمت وقالت المرة دي انا مش هسكت لو انتوا معاكوا اي دلائل او معاكوا فلوس انا معايا مستندات كبيرة جدا لو طلعتها بجد انتوا اللي هتندموا طبعا الهام شهين بعدها بشوية تنزلت على صفحتها كلها كلام كتير انها كمان بتهدد وانها عندها دلائل وعندها مستندات لو هم ما سكتوش وبعدوا عنها هي كمان هتنزلها كفاية بتقول كفاية ان انا تنزلت عن مراسي وعن حقي لكن الغريب والعجيب في الامر كمان ان بعد شوية لما الهام شهين نزلت البسطات ديات الناس الدغيدي تدخلت في الموضوع واتصلت عليها وقالت لها اللي انتي بتعملي ده غلط هما معاهم نفوذ ومعاهم حاجات ممكن تسيطر عليك طبعا الهام شهين تقبلت النصيحة في الاول من الناس الدغيدي وبالفعل حزفت المنشور اللي هي كانت بنزلها على صفحتها على الانستجرام ولكن بعدها بشوية ناس الدغيدي رجعت دخل التاني في الموضوع وبتهديد صريح لإلهام شهين ان كمان ناس الدغيدي بتهدد إلهام شهين وبتقول لها انا كمان عندي دلائل ومستندات هي ممكن توديكي في دهية مش دول الناس اللي انت تتلمي عليهم انا استغربت جدا فين ايه علاقة ناس الدغيدي بالموضوع واضح كمان ان هي كمان كان لها علاقة بصفوة الشريف الله اعلم او ما شابه او يمكن ايهاب ابنه يعني ايه هو اللي باعتها لإلهام شهين علشان تقول لها تغير كلامها طبعا ده كله كان بيصب في مصلحة بس مين صفوة الشريف ان الهام شهين وإناس الدغيدي بقى بينهم خلاف بعد ما كانوا صحاب وان الناس بدأت تهدد هي كمان الهام ان هي تتراجع عن كل اللي هي بتقوله وطبعا إناس الدغيدي مش سكتة ابدا قالت لإلهام بمنتهى الصراحة انت اللي بتتكلمي عليه ده طبعا صفوة الشريف انت ازاي بتتكلمي عليه كده انا كمان معايا حاجات ضدك يا إلهام لو انت بتهدديهم انا كمان معايا انا موجهة النظري حاجة واحدة بس يا اما الناس الدغيدي كانت متجاوزة هي كمان صفوة الشريف او حل تاني ان هي قبضت كمان فلوس كتيرة من ايهاب صفوة الشريف الناس ديات انا عندهم كمية فلوس وبيشتروا اي حد بالفلوس وطبعا اللي بيعملوه غني عن التعريف انتوا كلكوا قادرة بيه الهام فضلت تبكي بعدها وتصرح وتقول تقول لهم انا كنت امراته يعني هي بتقول لناس الدغيدي انا كنت امراته فعلا وتنزلت عن حقي ولكني قلت خلاص هتراجع الموضوع لكنهم مش ساكتين من التهديدات في حاجات مستخبية هكشفها لكم ان شاء الله قريب جدا استنوا مني كل المتابعة شكرا جدا استنوا مني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكشف لكم خبايا ما تتوقعهاش ابدا شكرا جدا سلام عليكم